أول اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام وش راكم نعباز الحمد لله شكل يمعنا الأخ برانطية كمان تفضل أني معك نسمع فيك أخويا أنا بالعربية طلقت وحتمينا لي نفقة بـ 18 مئة مليون وثمانمائة مليون وثمانمائة مليون وثمانمائة شعال عندك ثلاثة لولاد عندي زوج بارك بمعنى 8000 دينار الواحد النفقة ولا فيها الإيجار كانوا حاكمين عليها بزوج جملايا وكي قصرت الشرع حاكموا عليها نقصولي غير مئتين في زوج جملايا هم ساعدوك شوية هم ساعدوك نقصولك مئتين إيه بصع كي الناس شو ناس حاكمين عليها حاكمين عليهم بتشغل بـ 300 وغير أنا يسمى حاكمو عليها دراري 500 أنت حبي تكبر أولادك بـ 300 لا لا أنا ماذا بي لا تشغل مع ليش مكيش مشكلة بس أحك أنا خدمتي خدمتي عندي لطية 18 مية وعندك 18 مية ويسمى أنا ماري وعندك ثمان وعندك الأولاد مع الزوجة الثانية؟ الزوجة عندي زوج دراري إيه عجيب الأولاد على قصد رحمك إيه 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 إلا غالب ذوك أنا إلا غالب لأخرى حرمتني من دراري لازمني يشغل إلا غالب ذوك أنا إذا قيمة ذوك هذو الزوج دراري كيفاش الله أولاد هذا أولاد الناس ألا أولادك؟ لا لا أولادي وكيف ما تصرفش عليهم تشكل يصرف عليهم؟ ما نصرف عليهم ما كاش مشكلة بس صحة صحة وش حال الولد؟ وش حال بناتنا وش حال الولد يسقام في التربياتي أو في طبيبه وفي ماكلته وفي شرابه؟ يسقام يسقام وش حال يسقام؟ عندك ثم حال يسقام زمام؟ مئات تلف مئتين؟ آه وكثر وش حال؟ يسقام بلك مين ذك تسقام يكثره ومين ذك تسقام قبله وهي رايحة هذه البنيا يا وش علي؟ تزيد في أولادك؟ إيه بس حال مشكلة واحد ما عندهش وكان عنده معليش ما كاش مشكلة أولادك قولي المشكلة ماشي ما عندهش قولي المشكلة أنه عاود الزواج آه هان عاود أستاذ ما عنديك عنديك طبعا لازم تعاود قلت لك أنا أستاذ جيب الأولاد شوف جيب الأولاد هذي في إيضا كنجوبك أنا على سؤالك ولكن جيب الأولاد قيص درحمك إيه يعني جيب الأولاد قيص درحمي 18 مئة يقول حبيت أنا يا أما ينقصولي أنا ما قلت ومش يعني نحي ش حال ينقصولك زمام؟ كي لحقوها لي غير 15 مئة بركة أستاذ نقدر نناضيكي في جاوة أخرى نخدم قرون ديتا أنا أستاذ ما ننقدرش على عليك عندي سيارة ونخدم قرون ديتا الله يعاونك على كل حال بس صح بيناتنا 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 الأولاد يعني ما ما نظنش باللي 300 أو 400 تكفيهم لا لا ما تكفيهم ويتربوا في الحرمان يتربوا محرومين يتربوا يشوفوا حاجة يشوفوا حاجة تبقى في قلبهم يعني أنا شوف أنا نعرف أبا اللي طلقوا المحكمة حكمت عليهم يخلصوا خمس ألاف دينار خمسمائة تلف الشهر وهم يمدوا أكثر معنيش أستاذ اسمحليك لمكوش بيع أنا أنا مامطوح حار متني منهم عندي طفلة زيدة ما تعرفنيش وعندي طفل عنده واحد الخمس سنين لا 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 شوف كي ما تدفع النفقة ولو كو ما تدفعهاش تروح تشارعك كي ما عندك الحق في الزيارة إذا ما بده تملك تروح أشكي جي بولاتك نظن؟ لا أستاذ شي كوا ما كاش يا أستاذك شي كوا عند الجوار عند العرب ما كاش شي كوا لا 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 ما تهدرش الكلم هذا لأنه ورانا في المحكم ورانا ورانا أنا نسكم في الرافقة وأنا نسكم في البليدة قدام المحكمة على البليدة بمعنى تروح تشارعه في محكمة لأربعة تروح تشارعه في لأربعة أستاذ تسارعها في لأربعة تشارعه ورة هيتدير في الحظانك ترح تدّي ولادي كما تتعطيهم لك تدين معك محضر القضائي العملية شوية ذو نجوبك على مسكس هذا كو أنا فاهم أني فاهم تستاذ المشكلة و Peace نعم أنا معك أنا معك نعم نعم، عندك حق المشكلة في الدرهام والمشكلة هي كنت عارفتني بميكيش الدرهام يسمى دقمت عمرتني نعم، ذاكي نجاوبك تبع مايا، حقيقة يعني طرحت لك سؤال ولكن لما قلت لي الأمر يطلب تكاليف عندك في كل بالجمعة مثلا تخرج محضر قضائي ما نعرفش حال ولكن حوالي ستلاف دينار كل أسبوع تروح تشوف وليدك لازم تخلص ستلاف دينار عند المحضر القضائي باش المحضر القضائي يتنقل معك باش يجيب لك وليدك تشوفه هذا إذا جابوا لأنه راح يدلك محضر للمحة باش تعطيك تخلص ستلاف دينار ويعطيك محضر وتولي أنت كل أسبوع تلم في المحضر وتخبي فيها ولكن إذا ما تفعتش النفقة عندك مدير حتى إجراء هي تروح تشوف من المحضر القضائي في المكتب يعطي لها يبعثك ورقة ثنين وبعد يدلك محضر امتناع وبعد تروح مباشرة إلى المحكمة باش تحاكم يعني ما هيش نفس المعاملة بنفس الصرامة عندما لا تدفع النفقة ولا تمارس والله يحرم الأب ممارسة حق الزيارة قلنا الأليات قديمة جداً لذلك الأب تنازل على رؤية أبناءه وهذا التنازل حين نشوفه بالأب لا يشوف أبناءه ولكن يخلق نفسيات عند الأبناء أحياناً تميل نحو الإجراء أحياناً نحو تخلق قلوبة عطفال ملأ بالكراهية وبالحقد نحو الأب الأم أيضاً لا تساهمش المطلقة لا تساهمش في أن تلطف الجو بين الأب والأبناء تقول لهم اروح عند الأب تاكم والله تدير قنوات اتصال تعطيه الولاد يشوفهم باش ترطوا العلاقة باش يخرجوا أقوياء لأن الأبناء بدون أب ولا بدون أم ما كانش فيهم قوة نفسية كبيرة يعني وجود الأب وجود الأمة وش نفسه لما يكون معدوم غير موجود لذلك حتى دور الأم نظل كأنه الوضع يخرج عليها لما الأبناء ما يشوفوش باباهم وتنتهيز الفرصة باش ربما ترسم صورة سيئة عن الأب وهو قال لك قال لك أنا ما نروحش لأنه أيضاً أموال ولكن أنا ما نوفقش في النفقة النفقة هي النفقة جبت أولا تتحمل مسؤوليتهم كاللازم تفكر قبل ما تجيبهم بأنك ما تقدرش تنفق عليهم ليس لأنك أقمت حياة زوجية جديدة تنفق على الأبناء الجدد وتنسى القدم يصبحون من الذكريات القانون واضح جداً تنفق على الأبناء الأولين كما تنفق على الأبناء تعزوجها الثانية وربما ثالثة وربما أكثر يعني شفنا حتى لو عنده حوالي عشر أو خمسطاش ابن وهو عنده عشرين دينار مدخول يعني نعود أن نقول لك كل إنسان يجيب الأولاد على قيس مدخوله لأنه فيما بعد رح يضيع هذا الأبناء وربما رح يتفهم إلى وضع معيشة سيئ جداً ما هو شعيب ولكن كل شيء لابد أن يكون محل تفكر النفقة واجبة نظن بأنه حتى مبلغ ثلاث دينار أو أربعة دينار لا يساوي شيئاً أمام حقيقة الحياة المعيشية الزيارة مارسها عندك الحق ولكن أيضاً قلنا كلمة حق أنه آليات ممارسة الزيارة فيها كثير من الإشكالات التي لابد أن تعرضها على وجه الاستعجال معنا اتصال ألو في انتظار اتصال نعم يعني هذا الموضوع هو موضوع كثير مطلوب من طرف كثير من المشاهدين موضوع تنازل الأب العمدي أو الغير العمدي عن زيارة الأبناء تعه لأنه كثير من العرقيل أو العقبات تعالواقع لتحرم الأب ولا تحرم حتى لأنه الحرمان الأب لما يحرم زيارة أبناء ونتحثه دائماً من هذا الباب ومن هذا المنطلق ولكن بالمقابل كان أبناء أيضاً محرومون بأنهم يزوروا الأب تحم كان أبناء متعلقين بأباهم حتى هو في سن صغير ولكن محروم قوة قاهرة لهي سراع الزوج الأبتاء والأمتاء وهم اللي يحرم من هذه الزيارة يعني كأنها عقوبة للطرفين قلنا في أكثر من مرة أنه أليات جديدة نظم حق الزيارة لابد أن تدرج في قانون خاص بالحضانة وبالزيارة باعتبار أن الحضانة مرتبطة بالزيارة كل قضي يحكم بالحضانة عليه أن يحكم بالمقابل بحق الزيارة وهذا أمر أيضاً لابد أن يدرج في قانون الأسرة أو في قانون خاص بالحضانة والزيارة نرجع إلى اتصال نعم في انتظار اتصال نقول دائماً بأن كثير من القوانين تعرضت لتعديلات هي قوانين كثيرة جداً طبعاً تعرضت لتعديلات ما عدا قانون الأسرة لمنذ حوالي 15 سنة ما مسوش تعديل موسيقى